بعد تصريحات وزير داخلية اليمن أحمد المسيري وحدده عن لبح الإمارات للشرعية من الوريد إلى الوريد وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي يقولها مدوية لقد فقد ثقة في التحالف الإماراتي السعودي المخلافي دع التحالف إلى النظر فيما آلت إليه الأمور بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن العاصمة المؤقتة لحكومة عبد رب منصور هدي الشرعية يحذر المخلافي كذلك من تبعات وعواقب ما ستقول إليه الأمور في هذا البلد المثخن بالصراعات وبتباين رؤى وأهداف الأطراف المشاركة في الحرب عليه ومن عدن تتحدث الصور عن تطورات متلاحقة تسير كلها في اتجاه تأكيد سلطة الأمر الواقع وتذبيت سيطرة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي على عدن وربما توسيع مجال نفوذه في بقية محافظة الجنوب في ساحة العروض بمدينة عدن احتشد أنصار المجلس احتفالا بسيطرة قواته على المدينة وطالبوا باستكمال السيطرة على وادي حضر موت ومدريات بيجان الخاضعة لسيطرة حكومة عبد رب منصور هدي ودع المحتشدون للمجلس كذلك إلى انتزاع مدرية مكيراس من سلطة الحوثيين ولم تتوان قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا منذ سيطرتها على عدن عن ملاحقة معارضها داخل هذه المدينة السحلية واصلت قواتها تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة واقتحام مقار الوزارة والهيئة الإدارية ومنازل القادة الموالينة للحكومة الشرعية أوضع أمنية مضطربة دفعت الأمم المتحدة إلى إجلاء 38 من موظفها ضمن دفعة أولى من عدن إلى جيبوتي فقد تحولت المدينة حسب موظفين أمميين إلى ذكنة عسكرية من دون خدمة أساسية أما المدنيون في عدن فقد تركوا لحالهم تتقاذفهم ولاءات الأطراف اليمنية ومطامع القوى الإقليمية والدولية